بسم الله الرحمن الرحيم السيدات السادة السلام من الله عليكم ورحمته وبركاته عقيدة الخلاص في التراث الإسلامي جوهر الفكر المراد في هذا البحث لعقيدة الخلاص في التراث الإسلامي هي النبوة والإمامة معا وهي الرابط الأساسي بين السماء والأرض والوسيط الوحيد بين الخالق والخلق هذا البحث قد يكون خارج عن سياق البحوث الأكاديمية التي اعتدت أن أبحث فيها وهو خاص في الدراسات القرآنية وفي تفسير النصوص الدينية وقد يعتقد بعض المسلمين بأن الإسلام يستثنى من هذه الصفة لأنه ليس دين خلاصيا بمفهوم الديانات الأخرى وهنا يخلط هؤلاء بين مفهوم الخلاص ومفهوم الفداء وأكدت الدراسات والبحوث أنه لا يكاد شعب أو أمة من الأمن تخلو من هذه الفكرة فهي ضاربة في عمق التاريخ البشري منذ نشوء فلكل أمة عقيدة خلاص خاصة بها ومنها تنتظر المخلص أو المنقذ لها أرجع للعنوان عقيدة الخلاص في التراث الإسلامي هنا أقصد التراث الإسلامي القرآن فقط لماذا القرآن فقط لأن القرآن الكريم ليس صياغة لغوية من بشر أما الأحاديث أو السنة النبوية أو التجربة الدينية الإسلامية هذه غير مكملة للقرآن تكون ميسرة ومفسرة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا هذا من جانب من جانب آخر القرآن ينتمي إلى عالم الأمر وليس إلى عالم الخلق وينتمي إلى عالم الغيب وليس إلى عالم الشهادة إذن هنا أمامنا سؤالين مهمين يجب الإجابة عليهم في معالجة هذا العنوان عقيدة الخلاص في التراث الإسلامي السؤال الأول إذا كان القرآن ينتمي إلى عالم الأمر وليس إلى عالم الشهادة هل أن النبوة والإمامة هي جئت بالأحداث أم الأحداث هي التي جئت بها أي بمعنى آخر هل أن النبوة والإمامة كحقيقة سبقت الوجود في المفهوم الفلسفية أم الوجود سبق الحقيقة فإذا كانت النبوة والإمامة جئت بها الأحداث فيصبح حدث تاريخي وما الكتب نكتبها والمناسبات اللي نعملها وما هي إلا إحياء لذاكرة أما لو لا هي التي جئت بالأحداث فهنا تكون عقيدة عقيدة وليس حدث تاريخي هذا من جانب يجب الإجابة علي جانب آخر أن القرآن هو ينتمي إلى عالم الأمر عالم الغيب ما هي الأدوات أو العدة بالمفهوم العراقي نقول العدة البحثية التي ممكن أن تبحث في العالم غير المرئي أي العالم المستور وإن كانت القوانين والأدلة في العالم المرئي هي مستمدة من العالم غير المرئي هذا أيضا يجب الإجابة علي فأجيب على السؤال الأول أن هل النبوة والإمامة هي التي جئت بالأحداث أم الأحداث هي التي جئت بها فاستخدمنا في هذا البحث طبعا هو يعتمد هو كقرآن فقرآن فقط استخدمنا المنهج الاستنباطي في التفسير الموضوعي لكن الأدوات البحثية والعدة البحثية اللي استخدمناها عدة حديثة تعود للقرن العشرين في البحوث الإنسانية وهي الفينومنولوجي يعني فينومان ظاهرة علم دراسة الظواهر والجينيالوجي وهي علم المنشأ وأنا جدا مسرور أن سماحة السيد رياض الحكيم الآن تعامل مع القضية المهدوية تعامل كحالة وعطاها خصائصها هو هذا العلم الفينومنولوجي أنا الآن أيضا في عقيدة الخلاص النبوة والإمامة تعاملت كقضية كحالة لها خصائصها هذه الحالة ما هي إلا ظاهرة كونية ماذا ساعدتنا هذه العدة الفينومولوجي الفينومولوجي تحدد البؤر الأساسية يعني القرآن تحدد فيه البؤر الأساسية وإحنا حددناها هي النبوة والإمامة التي تتمحور حولها جميع الاهتمامات والتي تعتبر بفعل ذلك المدى الذي يحدد الحقيقة وهي قيمة القيم فالبؤر الأساسية النبوة والإمامة في القرآن ما هي المحاور التي تتمحور حولها محورين أساسيين في القرآن الكريم المحور الأول منذ يعني من مئة وأربعة صورة وأكثر من ستة آلاف ومئتين آية نرى منذ نشوء الخليقة الله سبحانه وتعالى عندما خلق آدم ونزل على الأرض وليومنا هذا لن تنقطع علاقة السماء بالأرض وهذا الاتصال بين السماء والأرض يتم عن طريق أما رسل ومعاهم الكتاب وهذا الكتاب ميسر بلسان قومهم أو أنبياء أو أوصياء أو أئمة أو أصباط أو حواريون لا يوجد انقطاع يجب أن يصطفي الله سبحانه وتعالى أحد لا يمكن تترك الأرض كذا هذا المحور الأول المحور الثاني وهو أيضا جدا مهم أن في القرآن ذكر لم يذكر قوم مثل قوم بني إسرائيل وذكر النبي موسى نحو 130 مرة لماذا الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات أراد يقول بأن أن الله أودع شرف الرسالة السماوية في بني إسرائيل من آل إبراهيم وأصطفاهم على العالمين وفضلهم على العالمين ولكن بني إسرائيل قتلوا الأنبياء حللوا المال الحرام عن طريق الربا قسط قلوبهم فش الفاحشة فالله سبحانه وتعالى نقل منهم شرف هذه الرسالة من بني إسرائيل لآل إبراهيم إلى بني إسماعيل العرب لآل إبراهيم والرسول صلى الله عليه وآله وسلم بعثة كانت من أهمها إبلاغ العرب بهذا المشروع وتهيئتهم لتحمل شرف الرسالة إلى يوم الدين إلى يوم الآخرة عن طريق النبوة والإمامة معه هذه عن طريق الجينولوجيا وجدنا الآن هذا الكلام سنشوفه بالقرآن هل هو ممكن القرآن يأيد هذا الكلام شوف أن القرآن يقول مثلا قال إبراهيم عليه السلام في دعاء هو دعاء للنبي إبراهيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتل عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكم ويزكيهم إنك أنت العليم الحكيم هذا النبي إبراهيم عليه السلام قالها قبل ثلاثة آلاف عام بعد كانت حقيقة هذه الحقيقة أصبحت وجود هذا هذا آلم الغيب هذا عالم الأمر أصبح في عالم الخلق والوجود بعد ثلاثة آلاف سنة هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتل عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكم وإن كانوا من قبل في ظلال مبين هذا يثبت أن كيف القرآن كان عالم الأمر والنبوة والإمامة هي في عالم الأمر وهي التي جاءت بشهود وهناك آيات كثيرة أذكر الثانية أو ثلاثة مثلا في نبي يوسف عليه السلام فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب فأوحينا إليه لتنبي أنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون في هذه اللحظة أوحى الله إلى نبي يوسف أنها حقيقة لكن لظهور للوجود أصبح كان يحتاج إلى 30 أو 40 سنة إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين أيضا القرآن كثير مننا يوضحن أن القرآن يتبع إلى عالم الأمر وعالم الغيب هو الذي جئ بعالم الشهادة الآن أجي إلى المحور الآخر كيف في عالم الشهادة تطورت النبوة والإمامة وما هي اللحظة التي تحددت فيها النبوة والإمامة اللحظة التي تحددت فيها هي في عالم الغيب قال إبراهيم ربي أبعث فيهم الله سبحانه وتعالى بعد ثلاثة آلاف عام بعث فيهم إذن تحددت في عالم الغيب أكدها النبي عيسى عليه السلام وإذ قال عيسى يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد نبي عيسى نبي عيسى عليه السلام بعد 2500 عام أكد أكد حقيقة التي وجدت من زمن نبي إبراهيم عليه السلام ونبي عيسى بهذه الآية يؤكد أيضا أنه انتقلت شرف الرسالة من بني إسرائيل إلى بني إسماعيل وقبل هذه الآية كانت كريمة وواضحة آية واضحة هي وإذ قفينا بعيسى بن بريم وإذ قفينا في القرآن قفينا تلينا لكن في هذه الآية هي المعنى الاصطلاحي إليها أن قفلنا وإذ قفينا ببني إسرائيل يعني بعيسى بن مريم يعني خلص النبوة في بني إسرائيل انتهت الآن انتقلت إلى بني إسماعيل الآن أجي دقيق ثلاثة نحن بعد دقائق لما نقدم بحث مثل تمرات العبد كل ساعة يقعد ويعدهن فأنا كل ساعة أشوف الدقائق ما هو التطور الذي شهدته هذه النبوة والإمامة في حالم الشهادة التطور الأول هو إعلان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هذا المشروع إلى قومه لما نزلت آية وانذر عشيرتك الأقربين وهو عبارة عن إعلان النبوة والإمامة ليس محليا بل عائليا أعلنها عائليا فقط عشيرة الأقربين عائلته يعني من نمو لحظة عشيرته والإعلان الثاني هو تأكيد طبعا هذا تأكيد لأنه عالم الغيب هو اللي قرر الإعلان الثاني هو في غدير خم هذا هو يعتبر الإعلان الثاني وهو إعلان محلي وليس عائلي عائلي انتهى الأول هذا العالم محلي في غدير خم كان في يوم 18 ذي الحجة بعد 6 أيام في يوم 24 ذي الحجة في المدينة أعلن النبوة أو الإمام يعني النبوة يعني معلونة أعلن إمامة الإمام عليه عليه السلام وأهل البيت إعلان عالمي عندما نزلت هذه الآية المباهلة مع نصارى نجران فأصبح إعلان ثلاثة إعلان عائلي تأكيد طبعا وليس تأسيس ليس تأسيس الإمامة تأكيد الإمامة والثاني في خم والثالث هو في نجران لكن أنا دم في هذا البحث لقيت بأن الله سبحانه وتعالى أن القرآن وكأنما كتب ليهيئ العرب لهذا المشروع ولي يأكد عليه مثال على ذلك في مكة وجعلنا آية نزلت وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون لقيت تفسير سيد قطب جميل جدا يفسر هذه الآية يقول بأن للإحياء للقلة المسلمة يوم ذاك في مكة أن يصبروا كما صبر المختارون من بني إسرائيل وليكون منهم أئمة للمسلمين كما كانوا أولئك أئمة لبني إسرائيل يعني كان سيد قطب وكأنما يكشف هذا المشروع أن ما كان في بني إسرائيل سوف يكون في بني إسماعيل ونزلت آية أخرى ونحن لازلنا في مكة قل لم أسألكم عليه أجر إلا الموددة في القربة كان الله سبحانه وتعالى يهيئ العرب لهذا المشروع وفي المدينة نزلت آية إن الله وملائكته يصلون على النبي أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما هناك بعض هناك بعض المذاهب الإسلامية إذا ما يذكر هذه الآية بالصلاة تبقى صلاته وهناك آية نزلت في المدينة إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرسل أهل البيت ويطهركم تطهيرا هنا لاحظت أن بدأ العرب يحسدون آل محمد لأن ما كان أنا هذا اعتقادي في هذه الدراسة كان العرب سواء في مكة أو في المدينة لا خلافة عندهم ولا شك بأن بعد الرسول يأتي الإمام علي لأن كان المشروع مهيئ نزلت آية أم يحسدون الناس الناس معناه محمد أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما بدأ العرب يحسدون أن يعرفون أن آل البيت رح يكون نفس سعدهم جاه لآل إبراهيم وأختم كلامي بهذا وأقول قبل أختم الكلام وأنهي أنا أريد أن أبارك وأوهن سماحة السيد المتولي الشرعي للعتبة العباسية لهذا النجاح البهر الذي استطاع في هذا الأسبوع النبوة والإمامة في في العتبة العباسية يحولها إلى برلمان ألمي ومعرفي تحت قبة أبا فضل العباس وشكرا